اشتركوا في القناة الانظار بحضورها حفل افتتاح مهرجان اسوان لافلام المرأة وذلك بعد غياب عن الساحة تقريبا عام منذ ولادة ابنها محمد ملامح جمان مراد تصدرت بقوة مواقع التواصل الاجتماعية خاصة مع تداول صورة مقربة لها خلال حضورها مهرجان اسوان فبدأ وجهها مختلفا عن المعتاد لما دفع البعض للتلميح بان التغيير الملحوظ في شكلها يعود الى عمليات التجميل ورغم ان الفنانة جمان مراد معتادة على نشر صوريها على انستجرام رغم توقفها فترة عن التمثيل الا ان صورتها المقربة من وجهها من مهرجان اسوان اثرت الجدل ودفعت الكثيرين للاشارة ان ملامحها مختلفة كما استطاعت الفنانة جمان مراد ان تلفت الانتباه خلال حضورها افتتاح مهرجان اسوان من خلال اطلالتها الجريئة فاطلت بفستان اسود مزين بالشيفون من اعلى وبدأ مكشوفا بشكل لافت دفع الانتقادات تنهال عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن جهة اخرى عادت جمان مراد الى استئناف نشاطها الفنية بعد توقف سنوات فمن المنتظر ان تشارك في بطولة مسلسل الفنانة يسرى الذي يحمل اسم دهب عيرة وسيعرض في رمضان 2020 كما انهت الفنانة تصوير مشاهدها في فيلم يوم 13 الذي تشارك في بطولته مع الفنانة دين الشربيني والفنان احمد داود وشريف مونير ومجد كامل ويذكر ان اخر اعمال جمان مراد كان مسلسل فرعون الذي عرض عام 2013 من بطولة النجم الراحل خالد صالح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة